ده يوم مطش غينيا أحكي لكم أوقف يوم مطش مصر وغينيا اللي كان في المغرب بالصدفة أنا كنت في المغرب وقتها عشان كان في نهاية دور أبطال أفريقيا بتاع النادي الأهلي بعدها كانت مباراة مصرف في مراكش فأنا حضرت المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة في المغرب ففيتوريا اللي كان جايبه معايا من اللاعبين كانت ريزيجية فأنا تصورته وتوقعت بما أن ريزيجية حضر المؤتمر الصحفي فغالبا هو اللي هيبدأ المباراة بكرة مش مرموش صح؟ هو نفسه ممكن يكون تريزيجية متصور أنه ولا هيبدأ بما أننا جئت المؤتمر الصحفي فممكن يكون التوقعات اللي عنده دي لما يلاقي نفسه اسمه مش موجود في التشكيلة الأساسية يتدايق ما تدايقش نزل اضطراريا وسجل هدف وصنع هدف وفوزنا بالمباراة وصعدنا لكاس الأمم للأفريقيا ياريت اللاس كلها تبقى زي تريزيجية ياريت لعيبة مصر كلها تبص لتريزيجية وتوقع التفكر هو أنا نجمع عن تريزيجية هو أنا حسن من تريزيجية مع كامل الاحترام والله والله باحترمهم جداً واثنين لعيبة كبار جداً امام عشور وحسين الشحات يعني ممتزين حبوهم على مستوى اللعب والمستوى الشرق كل حاجة بس انتم لتنين تحديد سيما كنت رحامد شوية كان له باع كبير مع منطقة مصر بس حسين الشحات وامام عشور هل انتم عملتوا جزء صغير من التاريخ اللي عملوا تريزيجية سواء على تجربة الاحتراف أو مع منطقة مصر طبعاً مع النادي الاهلي أو حتى يمام عشور مع نادي الزمان عملوا شغل وكل حاجة ما ينفعش المقارنة هاي مش ربنا يهدي الجميع والناس كلها تبقى زيت رزيجية ده النموذج الحلو ده النموذج الحلو ان احنا نحب نشوفه هاي صنعه